السلام عليكم. محاضرة الاولى عملي. مرحلة اولى. قدنا اول سلايد بطبقة الاسكن. اللي قلنا متكونة الاسكن متكون من ابي درمس. هذي الطبقة مننا لهنا. هي عبارة عن ابي درمس. وتحتها راح يكون عندي طبقة الدرمس. الابي درمس مثل ما تلاحبون. اه يكون متكون من ستراتيفايد سكويماس ابي ثيليا. ما مطلب من عندكم كلمة ستراتيفايد سكويماس ابي ثيليا. فقط تعرفون هذه الطبقة عبارة عن ابي درمس. والطبقة تحتها عبارة عن درمس. الابي درمس راح يكون عندنا متكون من خلايا حرشفية متعددة الطبقات. الخلايا القاعدية مالتها راح تكون عندنا خلايا مولدة. الخلايا يعني خل نقول في حالة تجدد دائم. الاسكن في حالة تجدد دائم. كل ما صعدت الخلايا الجديدة الى الاعلى. طبعا حجمها وشكلها راح يتغير. بالبداية راح تكون عندي تقريبا عمودية. كل ما صعدت الى الاعلى. راح ارتفاعها يقل. وبالنهاية راح تتحول الى خلايا حرشفية. الخلايا الحرشفية لما تصل الى السطح بوجود الاحتكاك الدائم. راح تموت. راح تجدد الخلايا. يعني هذه الخلايا القاعدية راح تكون لي بصورة مستمرة. خلايا جديدة تصعد الى الاعلى. والخلايا الميتة راح يعني نتخلص من عدها. تتحول الى طبقة كاراتين. والكاراتين راح في حالة احتكاك. راح يختفي. وهكذا. اذا هذه هي طبقة الابيدرماس. والطبقة التحتها هي ابيدرماس. كل السلايد ما شنو؟ سكن. الصورة الثانية. ايضا بالسكن. اتوضح الهير فوليكل. سواء هذي او هذي. هي منطقة الهير فوليكل. مصيلمات الشعر وذي اطلع معتها الشعرة. وهنا انا اكون عندي السابيشيزيقلاند. هذه هي عبارة عن منا ومنا وايضا من هذه الصفحة. عبارة عن سابيشيزيقلاند. اللي هي الغدد الدهنية. اه هذي هي اوضح شي. هذي ايضا طبعا هير فوليكل. لكن بالسلايد جاي بصورة مائلة. حتى هذي. عبارة عن هير فوليكل. لكن السلايد ما مقطوع بصورة صحيحة. فما تظهر يعني عندي. حاليا ما ظهر عندي نهاية الشعرة. لانه مقطوع بصورة مائلة. اذا هنا عندي المطلوب من عدكم هو السابيشيزيقلاند. والهير فوليكل. هنا هذي المنطقة عبارة عن ابي درمس. وتحتها عبارة عن الدرمس. وتحتها راح يكون عندنا سابكوتينيس تشو. سابكوتينيس تشو هذي المنطقة. والمنطقة البعضة راح تكون عندي سكليتل مصل. اللي هي نفسها طبعا هذي منطقة السابكوتينيس تشو. هذي هي نفسها السابكوتينيس تشو. هذي هي نفسها السابكوتينيس تشو. وبعتها عندي منطقات قلنا السكليتل مصل. نيجي على هذا السلايد ايضا هير فوليكل. وسبيشيز المنطقة الغامقة ابي درمس. والمنطقة البعض هي راح يكون عندي منطقة الدرمس. وايضا هنانا واضح عندي السويت. اه سويت اي قلاند. السلايد هذا يوضح لي السويت اي قلاند. هذي هي السويت اي قلاند. وهذه راح تكون عندي القناة مولته. اللي ترتفع الى الاعلى. حتى تخرج تفرز العرق على سطح السكين. هنانا هذا قدنا السابيشيز اي قلاند. لاحظ هنانا. هذي كلها عبارة عن سابيشيز اي قلاند. وهذي منطقة خلل نقول لونها بالطوخ. هي منطقة الابي درمس. والمنطقة هذي منطقة الدرمس. كل شنو هذي عبارة عن سكين. هنا ايضا. هذي كل اذي كسلايد شنو هو سكين. وهذي سويت اي قلاند. وهذي السابيشيز اي قلاند. غدد عرقية وغدد دهنية. السلايد البعده راح يكون عندي فنقر. اصبع. يعني جزء من الاصبع. طبعا هذي كله عبارة عن عبارة عن سكين. اللون الطوخ هو عبارة عن ابي درمس. وتحت الفاتح راح يكون عندنا الدرمس. وهذي التراكيب الصغيرة مثل النقاط. هذي كلها عبارة عن سويت اي قلاند. هذي المنطقة راح تكون عندي سابكوتينيس تشو. وهذا. هذا لاحظ لاحظ هذا. هذا كل عبارة عن بون. وهنا ايضا عندي شنو عندي بون. ولو اشوف هذا المفصل ما بين هذا البون وهذا البون. عبارة عن شنو. عبارة عن ساينوبيل جونت. اذا واحد يسئلك شنو هذا المفصل. مفصل نوع من انواع المفاصل اللي اخذناها عبارة عن ساينوبيل جونت. اكون عندي حرية بالحركة بالسينوبيل جونت السلايد البعده يمثل لي كلها الصورة الثلاثة عبارة عن سكليتال مصل سكليتال مصل هذي تكون عندنا بصورة طولية وهذا المقطع مطينية يعني على شكلين الشكل الطولي وشكل المقطع يعني كروس سكشن هنا لونجتودينال سكشن بالسكليتال مصل وهذا كروس سكشن بالسكليتال مصل الونجتودينال سكشن راح تظهر عندي على شكل يعني فايبرز أو ألياف عضلية تكون عندي مخططة ومتعددة النوات ولاحظ النوات راح تكون عندي فلات وموجودة بالحافة أيضا نفس الشيء هذا هذي شوفوا النوات راح تكون عندي فلات والعضلة تكون مخططة والخلية طبعا هاي خلية واحدة حتى طولها يعني ما نقدر أحنا نطلع أكلها لأنها تكون عندي كلش طويلة لذلك أسميها ألياف عضلية يعني هي نفس الخلية العضلية هي عبارة عن كل خلية عضلية عبارة عن ليف عضلي أسمي ليف عضلي لأنه يكون عندي طوي فبدايتها ونهايتها أنا بدأ أشوفها بدأ أشوف مقطع منعتها ميزتها شنو مخططة ومتعددة النوات كل نوات ما تفلات وتكون عندي على الحافة بالكروس سكشن راح يكون عندي شكلها بهذا الشكل كل واحدة من هذه عبارة عن ليف عضلي ونقول عليها شكلها موزايك أتطيني موزايك أبيورنس النوع الآخر هو السموث مصل هذه عبارة عن سموث مصل تكون عندي مغزلية الشكل لاحظ اختلافها عن السابقة نواتها تكون تقريبا بيضوية زيان وتكون بالسنتر فقط نوات وحدة كل خلية عضلية موجودة عندي بالسموث مصل كل واحدة منعتها بيها نوات وحدة موجودة بالسنتر وشكلها تكون عندنا أشكال الخلايا العضلية هنا مغزلية الشكل أيضا صورة أخرى للسموث مصل فقط راح يجيك السلايد هذا شنو هذا عبارة عن سموث مصل هذا شنو عبارة عن نوات نوكلياس أيضا سموث مصل باللونجتوديونال سكشن وبالكروس سكشن اللونجتوديونال سكشن نلاحظ عضلة طولية مغزلية الشكل وحيدة النوات وبالكروس سكشن أيضا راح تلاحظ أنه أيضا وحدة النوات طبعا شكلها ما راح يكون مغزلي بالكروس سكشن هذه الطريقة تشوفها تقريبا دائرية على بيضوية ولكن بيها نوات واحدة موجودة بالسنتر وليست على الحافة طبعا ما بيها خطوط وتلاحظ ما بيها أي خطوط فهي عضلات غير مخططة كاردياك مصل كاردياك مصل اللي ميزها أول ما أشوفها أنه هذا بيها الديسك مخططة راح تكون أولا نأدي مخططة هذا تشبه السكليتة المصل بأنه هي مخططة لكن شون أفرقها عن السكليتة المصل لاحظ هنا الديسك زين السكليتة اللي قلنا قبل شوية النوات مالتها فلوت وموجودة على الحافة متعددة النوات لاحظ هذه الخلايا أما يكون بيها نوات وحدة أو بالأكثر نواتين الأكثر يعني تكون عندنا نواتين وتكون عادة بالسنتر مو بالحافة وهذه كاردياك مصل وهذه أيضا كاردياك مصل وهذه البناتة هي بلد فزل صغيرة أوعي ذموية شعرية والنقاط الحمر رد تشوفو هنا عبارة عن ريد بلد سياط أيضا صورة أخرى صورة نسيجية إلى كاردياك مصل الميزة مالتها الانتركلية الدسك ما مطلوب من عندك هذا اسم الانتركلية الدسك فقط تميز حتى تعرف أنه هذه كاردياك مصل ليست سموت مصل يعني هي بها خطوط وممغزلية الشكل يعني تكون عندي تقريبا طولية ومتفرعة طولية وبها فرق لاحظ هذا فرق وهذا فرق ومخططة والنوات مالتها عادة تكون عندي بالمركز بالعين المجردة بالعين المجردة شوان أشوف بهالطريقة هذي التركيب عدنا أيضا هنا جروس سكريتال مصل سكريتال مصل والتندن ما يهمني هو شنو هو ده أنا عندي هنان عندي هذي إذا تجي كو التأشير على هذه هذه عبارة عن سكريتال مصل وهذه التندن اللي هي تشبه هذه الصورة هذه هي المصل وهذه التندن مالته التندن اللي رايح يربطها بالعضم الأبون يروس عندي فلات مصل من هاي المنطقة وفلات مصل من الجهة الأخرى يربط ما بينهم ستراكتشل أسمي أبون يروس اللي نفس هذا البصورة هنا فلات مصل وهنا أيضا فلات مصل وما ما بينهم راح يكون أدي الأبون يروس عندي ما يسمى بالريفي واخذنا مثال بالمحاضرة الميلو هايويد مصل تجي من الريف سايد والليف سايد والتندينيس عند مالتها راح ترتبط أو تشابك مع بعضها تكون لي ما يسمى بالريفي هذه هي نفسها طبعا مو هذه هذه تحتها هذه هي الميلو هايويد مصل ومثال على الريفي هنا من الداخل أيضا الميلو هايويد مصل طبعا نسوي الفلور مات الورال كابتي القاعية مات الفم تسوي لي إياها الميلو هايويد مصل تجي لاحظ مشكلة بالإنر aspect of body of mandible وتجي تنزل فيبرز مالتها من الصفحة من right side أو left side وتكون لي بالنص ما يسمى بالريفي هذه lateral view of ميلو هايويد مصل أيضا مثال على الريفي مثال آخر على الريفي هذه المنطقة عندي عندي السكال وشايلين من الخلف شايلين العمود الفقري ويظهر عندي الفارنكس منطقة البلعوم أيضا راح يكون عندي بالفارنكس من الخلف جايل تندينيس الفارنكس ومتشابكة مع بعض ومكونة هذا الفارنكس اللي اسميه الفارنجيال ريفي موجود بالجهة الخلفية للفارنكس هذا صورة حقيقية للفارنكس أيضا شايلين من الخلف شايلين احنا جايين دا نشوف السكال من الخلف شايلين العمود الفقري من انشيلا راح يطلع عندي في الجهة العلوية الفارنكس البلعوم وتشابك هذه المنطقة هي منطقة الريف في منطقة تشابك التندينيس اند أوف فلات مصر هذا مثال على كجوينت طبعا هذا كجوينت كلها كل الصور كجوينت هو لكن عندي المهم هنا عندي شنو عندي الليجامنت لاحظ هذي مثال على الليجامنت هنا من ننشر هنا هذي من هي الليجامنت هي عادة associated with جوينت عندي مثال على السوچر اللي هي فايبروس جوينت اللي قلنا وين موجودة تربط ممين البونز أو فسكال كل واحد من هذال المتعرجة الخطوط المتعرجة عبارة عن سوچر أيضا هنا نفس الشي كلها هذه سوچر عبارة عن سوچر مثال على شنو نوع من الجوينت إذا إذا قلنا نوع من الجوينت نوع الفايبروس جوينت شنو اسمه هذا الخط اسمه سوچر هذا المتعرجة جوينت المتعرجة المتعرجة اللي قلنا قطعتين من البون ترتبط ب بار أوف هايالين كارتلاج بار أوف هايالين كارتلاج عدنا مثال عليها الإبيفيسيز النهاية العظمية والديفيسيز الساقمات العظم في مرحلة الغروينج بون يعني بعد العظم دينمو راح تكون عندي هذه المنطقة بها ما يسمى بال growth plate عبارة عن هايالين كارتلاج نوعية الجوينت شنو primary cartelaginous جوينت طبعا لو نلاحظ بالأشعة راح نشوف primary cartelaginous جوينت منطقة الكارتلاج لاحنا نلاحظها لونها يعني كأنما ما كوا أي شي عندي يعني لأنه ما متكلسة منطقة البون تارفون بيها mineral فنشوف راح يكون عندنا بالأشعة لونها أبيض لاحظ لونها أبيض لكن المناطق اللي ما بيها نلاحظ هذا هذا بون كامل وهذا بون كامل وهذا أيضا بون كامل وهذا بون آخر وبينتهم هذا الفراغ اللي راح يكون عندي سينوفيال جوينت لكن هذا البون مع هذا البون شو مكون لي يعني هذه المنطقة هي مفراغ وإنما كارتلاج لكن الكارتلاج بالأشعة راح يبين بهذا الطريقة كأنه مخط أسود هنا هذا بون كامل هذه القطعة بون كامل به وبينتهم راح يربط منو الكارتلاج نوع نوع الجوينت راح يكون عندنا نوع الجوينت بين هذا البون وهذا لا هذا يتحرك هذا سينوفيال جوينت طبعا هذا هنا خافت يعني تقولون هذا شو ما شرحتي عليه هذا بس دا بينكم أنه الداخل يعني هسا هذا البون الداخل مالتا راح يكون عندنا سبونجي بون والخارج كومباكت بون سبونجي بون شوفوه بيمثقب مثل على اسمه مثل السفنجة اللي هو نفسه هنا ودائما الطبقة الخارجية راح يكون عندنا كومباكت بون اللي هو العظم الصلد سكندري كارتليجنس جوينت اللي مثال عليه الجوينت الموجود ما بين الفقرات انتر بيرتبرال بادي موجود ما بين جسم الفقرات كلها هذه فقرة وهذا جسم الفقرة وهي جسم الفقرة راح يكون بين هم نوع من الكارتليج اسمي فيبرو كارتليج والاسام المتمفصلة راح تكون عندنا مغطات ولو هنا مواضح لكن هي الاسام هنا جسم الفقر راح يكون مغط بال وما بين كل فقرتين راح يكون عندنا فيبرو كارتليج اسمي ديسك هذه فقرة حقيقية البادي والبادي الثاني من الفقرة الثانية وما بين هاتم راح يكون عندي ديسك نوع الجونت سكندري كارتليج نص جونت نوع هذي المادة الموجودة هنا ش formats Investment الجن هنا عندي فقرة وغطي بالنص البادي ما هذا الفقرة و الان الفقرة الثانية أكون عندي هذا فيبرو كارتليج نوع الجونت هنا ش durability سكندري كارتليج جوينت. ساينوفيال جوينت. ساينوفيال جوينت. هذا منطقة الفيمور. عظم الفخذ ويه. او نسميها. شن نسميها. نسميها. هذا طبعا عظم الهب. بالعربي شنه هو هب. عظم الورك. ما عرف شي سموا انتم. شي سموا. زيان. المهم هنا عندي ايضا. ساينوفيال جوينت. جوينت. وهنا بالصورة الاخرى. هذه طبعا صورة باللاترال سايد. يعني منطقة الوجه. هذه منطقة. قناة السمعية الخارجية. اللي بيها الاوريكل. بيها صيوان الاذن. وهذه الى الامام. المفصل الوحيد المتحرك. المفصل الوحيد اللي هو الساينوفيال جوينت الموجود بالوجه. يربط مع بين عظم اسمه تمبرال بون. وعظم اخر اسمه الماندبل. الماندبل تعرفوا انتم. فالمفصل. بالنهاية راح يسمي التمبرو ماندبلور جوينت. تمبرو ماندبلور جوينت. هنا قلنا اكو عندي بعض المفاصل. بالاضافة الى. يعني انه عندي تو بونز. وكل بون. راح يكون عندي. الارتكولر سيرفس مالتا مغطى بهايلين كارتليج. من الجهتين. راح يكون عندي هيلين كارتليج. بينتهم بعض المفاصل راح تكون عندي ديسك. ديسك. اللي هو عبارة عن كارتليج. وعادة راح يكون عندي. فايبرو كارتليج. هذا طبعا يمتص القوة المسلطة على الجوينت. قلنا شو اسم الجوينت؟ تمبرو ماندبلور جوينت. نوع الجوينت شنو هو؟ نوع الجوينت هو ساينوفيال جوينت. سواء هذا او هذا هو عبارة عن ساينوفيال جوينت. الحركة بي تكون تقريبا حرة. هذا ايضا مثال على. هناك صورة وهناك حقيقي. ايضا مثال على الساينوفيال جوينت. عندي تو بونز. وكل بون مغطى يكون بهايلين كارتليج. اللي هو هذا البون. ومغطى يكون عندي بهايلين كارتليج. والجهة الثانية. ايضا بون هذا. وهذا هيلين كارتليج. وبينتهم راح يكون عندي. كافتي. الساينوفيال جوينت. كافتي. وهذا الكافتي يكون عندي مبطن من الداخل. شوف هذا الاخضر. مبطن من الداخل. مبطن من الداخل. راح يكون عندنا بساينوفيال ممبرين. ومن الخارج راح يكون عندي كابسول. هذا هو الكابسول من الخارج. هذا الجزء الخارجي عبارة عن كابسول والبيطانة الداخلية ماته ساينوفيال مامبرين ساينوفيال مامبرين هو اللي راح يفرز ساينوفيال فلويد السائل اللي يعتبر لبريكانت لهذه المنطقة حتى تقلل من الاحتكاك فإذن عنده بون وبون ارتوكليتنج سيرفز مغطى بهايلين كارتليج ارتوكليتنج سيرفز ومغطى بهايلين كارتليج هذا الفراغ اسميه الجوينت كافتي او ساينوفيال كافتي زيان داخله راح يكون عندي ساينوفيال فلويد المبطن بيطانة شسمها بيطانة ساينوفيال مامبرين والخارج هذا القوي الجزء القوي راح يكون عبارة عن كابسول كل الجوينت شنو اسمه ساينوفيال جوينت او نوعية طبعا ساينوفيال جوينت عدنا امثلة على البون عدنا لونغ بون يعني نوعية البون هذا شنو لونغ بون هذا لونغ بون لونغ بون شورت بون هذا لونغ بون زيان هذا فلات بون عادة نكون عندي بعض عظام الجوينجوة من الاعلى فلات بون راح يكون الفلات مكبوس مثل السندويجة بين الكمباكت بون يعني سفونجي بون مكبوس من الاعلى بالكمباكت بون وكمباكت بون سويت له مثل السندويجة لاحظ هذا تكبير لسبونجي بون لما انكبرا شكله شون راح يصير وهذا irregular bone نوعية البون irregular bone كبون نوعية البون شنوه irregular bone كنوعية joint secondary cartilaginous joint secondary cartilaginous joint هذا النوع الآخر اللي نسميه سيسامويد bone مثال عليه الباتلة الباتلة لقين الصابونة من الرجل وكاسم أو كنوع نسميه سيسامويد bone عادة يكون يلتحق بالجونت مثلا هسا هنا عندي هذا يعني هذا عظم وهذا عظم بيناتهم ساينوفيال جونت مثل الدعامة الصير عندي الباتلة مثل الدعامة اللي تتأم الجونت تحافظ على الجونت هذا كل ما موجود في مختبر المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية شكرا جزيلا لحسن الاستماع شكرا جزيلا ل